رغم تفاقم أزمات سلاسل الإمداد التي تواجهها المملكة المتحدة جراء بريكسيت تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريت جونسون بالمضي في خطته التي وضعها لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي هذه الرسالة وجهها جونسون عشية المؤتمر السنوي الذي يتحضر حزب المحافظين لعقده وجاهيا للمرة الأولى منذ عام 2019 الحكومة البريطانية قالت إن النقص في سائقي صهريج الأجانب تعمق مع جائحة كورونا والذي أدى إلى دخول البلاد في أزمة توزيع غير مسبوقة للوقود على المحطات بعد أن قلص بريكسيت من حرية دخول عمال دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا في كانون الثاني الماضي